في الرابع والعشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وسبعين أصدر رئيس الجبهة التركمانية العراقية بيانا أكد فيه أن قرار منح الحقوق الثقافية للتركمان رغم أنه كان قرارا صوريا إلا أنه يدل على حقوق التركمان المشروعة بكافة مجالات الحياة وقال الصالحي في بيانه لقد اتبع النظام البائد نهجا منتظما لمحول وجود التركماني وصهر مقومات القومية التركمانية والعمل على قتل روح القرار رقم تسعة وثمانين لعام الف وتسعمائة وسبعين وجعله حبرا على ورق دون تنفيذ فقراته على أرض الواقع إلا أنه ورغم سقوط النظام السابق منذ أربعة عشر عاما إلا أن التركمان لم يحصل على حقوقهم الكاملة السياسية والإدارية والثقافية وغيرها إسوة بالقوميات الأخرى في العراق وأكد رئيس الجبهة التركمانية أن مجلس النواب وبمباركة النواب التركمان في عام 2012 استحدث المديرية العامة لدراسة التركمانية في وزارة التربية وفتح فروع لها في المحافظات لكن ومع شديد الأسف تتقعص بعض العوائل في تسجيل أولادهم في المدارس التركمانية مختتما بيانه بالقول أن تضحيات الشهداء التركمان كانت وستبقى الحجر الأساس للحفاظ على وجودنا القومي وأن النتائج الإيجابية للمدارس التركمانية أثبتت نجاحها في الساحة التعليمية رغم الصعوبات تحت شعار الرابع والعشرين من كانون الثاني عام 1970 و إن النتائج الإيجابية الرغم